التسعب بتوقيت القهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار دياء رشوان منصقا عاما للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية وأوضحت إدارة الحوار الوطني أن أولى مهام المنصق العام ستكون بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة لتشكيل مجلس أمناء من موثل كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوة هذا ومن المقرر بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي الجديد نعن سات 301 على متن الصاروخ فالكن 9 التابع لشركة سبيس أكس الأمريكية في ولاية فلوريدا ويضم نعن سات 338 قناة قمرية ويتوسع في نطاق تغطيته ليشمل دول جنوب القارة الإفريقية وحوض النيل بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان وقال صالح أن الاعتداء يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين مشيرا إلى ضرورة الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد إلى الفوضى وتقويد الأمن والاستقرار قال الرئيس الأوكراني فضوديمير زيلنسكي أن معركة السيطرة على مدينة سيفيرو دونتسك معركة وحشية وستحدد مصير منطقة دونباس وفي كلمة مصورة قال زيلنسكي أن هذه معركة وحشية للغاية وربما تكون من أصعب المعارك في هذه الحرب وأضاف أن سيفيرو دونتسك لا تزال محور الموجهة في دونباس مشيرا إلى أنها تعتبر إلى حد بعيد المكان الذي يتحدد فيه مصير دونباس الآن دعا كبير ممثلي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة تشوهيون كوريا الشمالية إلى وقف أنشطتها الاستفزازية والانخراط في حوار وخلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في تمرير قرار بشأن كوريا الشمالية حتى هيون بيونج يانج على وقف الأعمال الاستفزازية والالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاستجابة للدعوة إلى الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي بشكل كامل أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لرفع السن القانونية لإشراء البنادق نصف الألية من سن 18 إلى 21 عامة واتخذ مجلس النواب سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة ونجح المجلس في تبريد مجموعة القرارات بأغلبية 223 صوتا مقابل رفض 204 أصوات هذا ومن المقرر أن يتجه مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ لإقراره بصورة نهائية أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت السلطات الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة مشيرة إلى أن العاصمة بكين سجلت إصابة واحدة محلية وفي شانجهاي أظهرت بينات الحكومة تسجيل أربع إصابات جديدة مصخوبة بأعراض وخمس إصابات بدون أعراض أما رياضيا فيواجه المنتخب الوطني في السادسة مساء اليوم منتخب إثيوبيا ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عشرين ثلاثة وعشرين وأخذ منتخب مصر ميرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في مالاوي التي تصديف المباراة ويفتقد المنتخب الوطني العديد من نجومه وفي مقدمتهم محمد صلاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود تريزيجي وكان منتخب مصر قد افتتح مشوره بتخطي غنيا بهدف دون رد بينما خسرت إثيوبيا واحد اثنين أمام مالاوي نهاية موجزة التسانة والاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل